نحن في مدرية التربية والتعليم نتلقى تعليمات من وزارة التربية والتعليم العالي وحتى هذه اللحظة لم تصلنا أي نشرات أو كتب رسمية بسدد حظف بعض المواد في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2014 وكل ما حدث هو بعض الأخبار في وسائل الإعلام ونحن من هذا الموقف ندعو الطلاب إلى الالتزام بالدراسة عدم إضاءة الحصص الدراسية عندما تصلنا أي معلومات جديدة سيتم إيصالها إلى المدارس بسرعة قصوى فيجب علينا أن لا نضيع المزيد من الوقت ونحن نطالب في هذه الأمور نحن في مدرية التربية والتعليم أوصلنا أصوات الطلاب إلى الجهات الرسمية من خلال الكتب الرسمية التي بعثنا بعضها بالآمس والبعض في هذا اليوم إن شاء الله تعالى اليوم إحنا كرئاسي يعني من كل صف بنت توجهنا لمدرية التربية والتعليم بنطالب بأنه يصدر قرار نهائي بشأن حذف المواد أو إبقاها لأنه اللي صار أنه صار فيه نفسية على الطالبات اتأثرت كثير الطالبات ما فيه قرار نهائي كل وسائل الإعلام تصدر شكل ومدرية التلبي والتعليم تصدر شكل فإحنا اليوم توجهنا لمدرية التربية والتعليم من طالب أنه توجه للوزارة قرار نهائي